هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يورقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرضو والشاطر يعطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي سعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال وش راكم؟ راكم هايلين بهذه الرسومات هادوا كامل أكون فرحاني لكم عند أعمو ياسي أعجبكم الحال إذا أنتم تاني يا أطفال راكم تشاهدوا فينا وحبيتوا تحضروا وتفرحوا كما هاد الأطفال يرم معنا ما عليكم إلا تتوجهوا الموقع الانترنت عمو ياسي بوانكم بالطريقة التالية إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد بوانكم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك يا أطفال لما تسجلوا نطلبوا منكم حاجة صغيرة برك هي الصبر الصبر لأنه تسجيلات كثيرة وكامل حابين جو عند عمو ياسيد وعمو ياسيد حابين يستضيفكم كامل إذن شوية على الصبر وراح ينتصوا بكم باش جو تفرحوا معنا يا أخي إذن يا أطفال في هذه الفترة هذه عندنا يوم مهم يوم مهم قبل اليوم الأهم يوم مهم اللي هو يوم 10 ديسمبر منذ سنة 1950 وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان عابكم لإنسان عنده حقوق تعرفوا حقوق الإنسان وش هي الحقوق شكو يقول لحكم حقوق الإنسان واسمك بنتي ليليا جعودي واسمك ليليا ليليا أعطينا حق من حقوق الإنسان حقه في الجنة في حقه في حقه واسمك في اللاعب صافيا هذه حقوق الطفل حقه في اللاعب برافو برافو هذا حق من حقوق الطفل ولكن حقوق الإنسان حقوق الإنسان تعرفوها حقوق الإنسان الإنسان عنده حقوق تعرفي حقوق الإنسان قولي لي برافو 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 خلق الإنسان ليكون حرا ياخي إذن حقوق الإنسان عديدة حقه في الحرية حقه أن يكون له وطن حقه أن يكون له حقه في العدالة حقه في الحرية حقه يا أخي حقه في العيش حقه في الأمان العيش بأمان هناك حقوق عديدة للإنسان لازم نحترمها يا أخي إذن هذا اليوم هذا منذ سنة 1950 نتوقفوا عند هذا اليوم هذا دائما باش ندوا لما تكون حقوق الإنسان مهضومة يعني كان بعد الأماكن وين حقوق الإنسان ما هيش محترمة إذن إحنا نتوقفوا هذا اليوم باش ندوا بهذا الحقوق حتى تكون محترمة يا أخي لازم نحترموا حقوق الإنسان والشي المهم عباكوا ما شاموا يا زيدة أو اللبس برنوس بلك شفتوا سنيو اللي رايه هنا حسة خاصة ب المولد النبوي الشريف النبوي الشريف شكول يقدر يقولين نسبة إلى من المولد النبوي الشريف تعرفين مسمك بنتي مارام مارام نسبة إلى نسبة إلى رسول صلى الله عليه وسلم من نسبة لماذا يعني وش وقع في هذك اليوم نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نسبة ل تعرفين تعرفين أنت يا ولد فيه ولد فيه نسبة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي إذن نسبة للمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكال مفاجآت عديدة اليوم بهذا المناسبة عندكم مفاجآت تنتظرواها كذلك معنا وش رأيكم دائما نقول لكم لغز اليوم في أول الحصة هكذا كتقدروا دائما تفكروا معنا يا أخي لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تتحصل عليه إذن لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تتحصل عليه إذن يا أطفال فكروا لغاية نهاية الحصة أنتما والأطفال اللي رميش يهدوا فينا عايزنا إلى غاية نهاية الحصة ويقدروا يجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية عبر الأنترنت أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية برافو إذن فكروا معي إلى غاية نهاية الحصة عن جاوب عرفتوا شوية الجاوب عن اللغز صعب شوية إذن لازم تفكروا شوية أنتم مشاطرين عبيدوك تسيبوه يا أخي وش عليكم دركة وإحنا نحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة اللي هي المولد النبوي الشريف نروحوا نتعرفوا عن شخصية اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رح تعرفنا عليه نور الهدى إذن تصفيق على نور الهدى تفضلي تفضلي نور الهدى أزال خلي أطفال نساء نور يمتد نحكيكم على محمد عصول الله ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنى عشر من شهر ربيع الأول خمسمائة وواحد وسبعون ميلادي بمكة ولد يتيم الأب وفقد أمه في سن مبكرة فتربى في كنف جده عبد المطلب ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم بالتجارة تزوج في السن الخامسة والعشرون من خديجة بن تخويلد وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم كان قبل الإسلام يرفض عبادة الأوتان والممارسات الوثنية التي كانت متشرة في مكة نزل عليه الوحي بالنبوة وكان في غار حراء وأول آية نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وكلف بالرسالة وهو ذو أربعين سنة أمر بالدعوة سرا لثلاث سنوات ثم أعلنها فأسلم جماعة من العرب فعدفتهم قريش قد بعدهم عشر سنوات أخرى في مكة مجاهنا بدعوة أهلها وكل من يرد إليها من التجارة والجحيح غيرها هجر إلى المدينة المنورة والمسمات يترب أنداك عام 622 ميلادي وهو في الثالث والخمسين من عمره بعد أن تأمر عليه سادات قريش ممن عرضوا دعوته وسعوا إلى قتله فعاش فيها عشرة سنين أخرى داعيا إلى الإسلام وأسس بها نوات الحضارة الإسلامية التي توسعت لاحقا وشملت مكة المكرمة وكل المدن والقبائل العربية حيث وحد العرب لأول مرة على ديانة توحيدية ودولة موحدة ودعا لنبد العنصرية والعسابية القبالية وبعد أن أكمل نشر دعوته وانتشر الإسلام في جزيرة العرب توفاه الله في 8 يونيو سنة 632 ميلادي امتاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة فقد كان بعيدا عن كل ما يشن سمعته سواء في أقواله أو أفعاله متواضعا عفيفا صادقا أمينا حتى لقبته قريش بالصادق الأمين شكرا برافو 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 نور الهدى برافو 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 إذن شكرا نور الهدى أنا اليوم جبت لكم هدية هدى الهدية نقول فيها على النبي صلينا يلا تغنوا معاك موسيقى على النبي صلينا على النبي صلينا على النبي صلينا موسيقى إنه نور القرآن كان للحب يقينا سنة الهاب العذنى نتبعها تهدينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي موسيقى على النبي صلينا على النبي صلينا موسيقى نور قثر عمله وجود والوراء أجمعين يا بشرى خير فلوس قد كثار يهدينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي موسيقى على النابي صلينا إنه الخلق العظيم صادق الوعد أمينا ربنا العالي الكريم خيره دنيا ودينا على النابي يا أحبابي صلوا صلوا على النابي على النابي صلينا على النابي صلينا أحمد محمد هادي جاء نور إلينا رحمة بالعباد بمكة والمدينة على النابي يا أحبابي صر صر على النابي برافو شكرا 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 ما عمو أمين اللي جاءنا من مدينة ستيفيدنس في قلاء مؤمين في علعاب الخفة فضلا مؤمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هل تعلم أن الكاتشوب كان يستخدمه في القرن الثامن عشر كدواء؟ هل تعلم أن كمية الحديد في دام الإنسان تساوي حجم مسمار؟ هل تعلم أن مضغلبا أثناء تقطيع البصل يمنع الدموع؟ هل تعلم أن الماء الساخن أفقل من الماء البارد؟ هل تعلم أن عدد الددج في العالم أكثر من عدد البشر؟ هل تعلم أن الفيدي يمكنه شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟ هل تعلم أن الكلب يستطيع أن يسمع دقات الساعة وهو على بعد 40 قدم؟ هل تعلم أن النملة عندما تعطي سيغمى عليها؟ هل تعلم أن الأسد يخاف من صوت الديك؟ هل تعلم أن الزرافة تنام 9 دقائق فقط على ثلاث مراحل؟ هل تعلم أن النسول لا تموت بل تنطح بسبب المرض؟ هل تعلم أن التمزح يبكي عندما يفرح؟ هل تعلم أن الدولفين يغلق عين واحدة عندما ينام؟ هل تعلم أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟ هل تعلم أن القط أذكى من الكلب؟ هل تعلم أن أطول عمر يمكن أن تعيشه الذبابة هو 14 يوما؟ هل تعلم أن الفيدي يبكي عندما يحزن؟ وتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من هذه المعلومات الشبابة؟ برابو، برابو برابو،، برابو، 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 برابو،، ممت لديهم نقطات كcame here النساة؟ جعني متى النامن ان أقلل لك نكتتك؟ قال لك واحد زوج ينسى ينسوا بزاق فراحوا عند صاحبتهم حطت لهم الكل براسة حطت لهم ماكلة كي كانوا خارجين اللولاء قلت لها ايام حطت النوال والدوزيام قلت لها قلت لها وعلا رحنا عندها ينسوا برابو برابو شو اللي عنده نكتة جميلة تعالي تعالي وقعد بنتي واسمك؟ ليليا وين تسكني ليليا؟ في دالبيضة دالبيضة حكينا نكتتك؟ جهة خطره واحد الخطره رح يشاري واحد الحال برا باش قلت لي ويما رح شاري لي برا واسمك جبها في دهرول برا جبها في برويضة ها 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 تعالي بنتي تعالي 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 تقعد لي واسمك؟ ساكينا ويني تسكني؟ حباب القرد وين؟ حباب القرد اه الله يبارك احكينا نقطتك كان واحد النهار واحد الراجل شراطه نوبيد ودهك كان يصوق بها تحس طفلة جليل بوليسي قالوا راك تحس طفلة قالوا الطفلة ميتة ثم قلت ويلو انت جايد داخل في روحك برافو بنتي برافو درتي الحناء اجبك الحال عندما هيزيد اعا اه الله يبارك وحي مكانك اه تعالى 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 واسبك ولدي محمد وين تسكن محمد في الوقت فايت و لا تفايت تانى احكينا نقطتك كي هنا احد واحد الولد يمشي في لعبة اتطاب حنش وبدأ كلا وبدأ قالوا ايه يا حنش اه وش كليتني اعطى الاخر اه الكورتي اعطى الكورتي اخذات اخذت ايه برافو برافو ش كولي عنده نقطة انا اوكي تعالى انت تعالى تعالى اقعد واسمك حمزة محمد امجد حمزة محمد امين اسمك طويل نا حمزة محمد امجد محمد امجد وكيف شعيتولك حمزة ولا محمد ولا امجد 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 الله يبارك امجد اه وين تسكن في الزاير في الزاير احكينا النقطة تاعك سيتها خلاص كنت تفكرها روحي يلا امجد الله وش نوعي يبسع وش حبي تقولي ها وش حبي تقولي علجي تعالى شرفعت يدك جاوب ها جاوب تعالى لغز ايه مازال مازال جاوب انا نجي نقول لكم الجاوب يا اخي تفضل مكانك مازال شكون اللي تعالى اقعدى واسمك دعاء وين تسكن الدعاء في الحميس في الحميس حكينا نقطة تاعك قليك واحد الخطرة واحد الراجل كان بالموتو تاعه وكان جايزة طلوبين كان نشاع هو كان نشاعر الضوية كان نشاعر الدواوي وهو كان عمله موتو منا وموتو منا راح يجري ودخل في هديك الطلوبين برافو 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 بنتي برافو 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 دركا الحقنا لوحد الركن انا نحبو والركن الجواب عن اللغز ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تتحصل عليه شكون اسني واسمك بنتي غيزنان وش هي هدي اللغز هو درهام درهام اسمي دورك درهام بادي أعطولك ما شي هو الجواب سين العمر لا لا ارجع لمكانك قول لي سين العمر سين العمر لا لا مش سين العمر شو عنده الجواب ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تتحصل عليه تعرفوه هاش صعيب اللغز قول لي السيارة السيارة تأخذ منك قبل أن تتحصل عليها أوكي ما شي هي تقول الجواب حقوق حقوق الإنسان الحقوق لا لا ما شي الحقوق شو لي عنده الجواب قولي بنتي العلامة العلامة تأخذ منك تتحصل عليها لا لا تفكير سليمة على كل حال ولكن وش هي النقود النقود لا لا قالوها صورة الصورة برافو تعال تعال هي الصورة كي صورك تأخذ منك باش تتحصل عليها يعني تأخذ منك الصورة ومن بعد باش تتحصل عليها إذن تعالى واسمك زين الدين زين الدين شحل في عمرك ثمان سنوات الله يبارك إحنا قاعد الشاطرين اللي يسيبوا الجواب عن لغز عمو يزيد يعطيهم هدية يعطيهم هدية والهدية تتمثل في قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشيعة الشمس والسدي من حق الطفولة لعمو يزيد فيه 22 أغنية تستفاد بهم إن شاء الله تفضلوا ليدي برافو 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 تفضل تفضل ندرك لحقنا الركن عيد الميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد آية أرواحي آية تعالي ثمان سنوات إذن أصدقائنا يروحوا يجيبونا لغات وتاع آية وإحنا نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد برافو 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 عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من الدربي فيك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لم يقسانا ونعيش أيامها أفرار شرح يا ربي لم يقسانا ونعيش أيامها أفرار يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا يسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات يسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بابا بابا يدعولوه وصحابو يبردولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل برافو 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 ثانية، سبعة، ستة، خمسة، ربعة، ثلاثة، ثنين، واحد طب في الشمعة؟ برافو، 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 برافو إذن بنتي اليوم بما أنك بما أنك من الأطفال اللي اختاريناهم باش يحضروا عيد الميلاد بعد ما جبعتوا خمس قسيمات من علب حليبة رامي إذن مموّل حصة رامي يهدي لك هدية قيمة هي طابلات كيدز أحد تسفدي بها تفضلي بنتي وهكذا رايحين نهديو لك شهادة شهادة مشاركة في إنجاح تصوير الحصة أنتو متاني يا أطفال غير تخرجوا مننا رايحين كامل تكون عندكم شهادة لكل واحد تنتظر فيه يا أخي يا أطفال يلا إذن مرحبا بكم تفضلي بنتي إذن ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبير على الخمسة العشية على قناتكم الشوروك تيفي نهار ثلاثة نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأياب في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين اشتركوا في القناة